بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج ذكر الإمام الصادق عليه السلام من كانت لديه حاجة من حوائج الدنيا وقال أيضا من قل عليه رزقه أو ضاقت عليه معيشته أو كانت له حاجة مهمة من أمر دنيا وآخرته فليكتب في رقعة بيضاء ورقة بيضاء غير مخططة شرط بخط اليد ويطرحها في الماء الجاري عند طلوع الشمس أي نهار قريب عليكم عند طلوع الشمس وتكون الأسماء في سطر واحد ماذا تكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم الملك الحق المبين من العبد الذليل إلى المولى الجليل سلام على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والقائم سيدنا ومولانا صلوات الله عليهم أجمعين ربي مسني الظر والخوف فاكشف ذري وآمن خوفي بحق محمد وآل محمد وأسألك بكل نبي ووصي وصديق وشهيد أن تصلي على محمد وآل محمد يا أرحم الراحمين اشفعوا لي يا سادتي بالشأن الذي لكم عند الله فإن لكم عند الله لشأنا من الشأن فقد مسني الظر يا ساداتي والله أرحم الراحمين فافعل بي يا ربي كذا وكذا يعني تكتب حاجتك بعد ذلك في الورقة البيضاء الغير مخططة بعد طلوع الشمس مباشرة تذهب إلى نهر قريب منكم وتوصي أحدا إذا لم تستطع أنت وإذا كنت فتاة توصين أحدا أن يرميها بالنهار بالشاط بالبئر بالبحار إلى غير ذلك فقال الإمام الصادق عليه السلام فإن الله سبحانه وتعالى ينظر في حاجته بشفاعة أئمة أهل البيت عليهم السلام والحاجة مقضية يعني قطعا وحتما إن شاء الله برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام شكرا